اهلا بكم مشاهدين من جديد دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض هوية وشعار المنامة عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 خلال احتفالات ليلة رأسستانة الميلادية ويأتي هذا التدشين تزامنا مع اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين بمحافظة الاحساء بالمملكة العربية السعودية اذ شهدت مملكة البحرين اقبالا ملحوظا للسياح خلال العام الماضي فقد بلغ اجمالي الليالي السياحية خلال التسعة اشهر الاولى منذ عام 2019 حوالي عشرة ملايين وسبعمائة الف ليلة قضاها السياح في مختلف اماكن الاقامة داخل مملكة البحرين للحديث اكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف القائم باعمال مدير ادارة التسويق والترويج السياحي ومستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي فولاد مساء الخير دكتور علي في البداية كيف ينعكس هذا التشين على قطاع السياحة في المملكة وهما هو دوره في تنمية اقتصاد البحريني في البداية بساكم الله بالخير الى قناة الى تلفزيون البحرين والى مشاهديكم الكرام طبعا هدف هيئة البحرين للسياحة والمعارض الرئيسي هو استقطاب السياحة السياحة من جميع اكتر العالم بشكل عام والعربية بشكل خاص وبالتالي جعل القطاع السياحي مورد اقتصادي مهم في مملكة البحرين توقعاتنا لعام 2020 ان احنا نستقطب او تستقطب مملكة البحرين 12.2 مليون زائر ايه بزيادة وقدرها 5% وتسعى الهيئة كذلك لزيادة عدد الليالي السياحي بمقدار 15.8 مليون ليلة سياحية ايه بزيادة 15% من عام 2019 كذلك زيادة متوسط لإقامة للسياح الى 3.5 ليلة سياحية للزائر وزيادة بنسبة 3% مقارنة مع 2019 هذه طبعا تشكينش كثر المردود الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال هذا التجهيد نعم بكل تأكيد كل التوفيق لهذه الخطط في استقطاب السياح لمملكة البحرين مدير إدارة التسويق والترويج السياحي ومستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي فولاد شكرا جزيلا لك أكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين باس سلمان المحميد أن تحديث الخطط الاستراتيجية في الشركة لجميع الإدارات والأقسام متواصل استجابة لمواكبة المتغيرات غير المتوقعة في قطاع الطيران والتحديثات التكنولوجية المستمرة في جميع الخدمات التي تقدمها الشركة ومنها خدمات الطائرات والركاب خدمات التومين خدمات الشاحن وغيرها من الخدمات وأضاف المحميد أن هذه التحديثات تأتي بالتوافق مع السياسات والإرشادات العالمية المعتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي أياتا والمنظمة الدولية للنقل الجوي إساغو وبما يسهم في تطوير وتعزيز مكانة الشركة على المستوى المحلي والإقليمي والآن المشاهدين نتركه مع سعر صرف الدينان البحريني مقابل عملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل النشاء الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام في أول تداولاته في العام الجديد على تقدم النسبة 0.12% مغلقا التداولات عن مستوى 1.612 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.5300.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 254.000 دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاغات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم نسبته 0.13% وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجلت تقدما نسبته 0.48% أما السوق دبي المالي فقد ارتفعت بنسبة 0.15% وأخيرا سوق العاصمة العمنية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 0.15% جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق النشئة وإدراج عملاق النفط أرامكو السعودية تدفقات أجنبية قياسية لسوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015 وقفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3.120% في عام 2019 لتبلغ 24.3 مليار دولار وفقا لتحليل خاص في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية تداول ووصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية فوتسي وستاندر دانبورز ومورغان ستانلي مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل إيرباس الأوروبية تقتنص المركز الأول في صناعة الطائرات من منافستها الأمريكية بوينغ دخل الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان حيز التطبيق في ظل مؤشرات على التزام الطرفين بتنفيذ تعهدهما ببدء جولة جديدة من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد أوسع نطاقا وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه بموجب الاتفاق الحالي خفضت اليابان الرسوم على وارداتها من اللحوم والكثير من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى نفس مستوى الرسوم المفروضة على هذه الواردات من شركائها التجاريين الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهدي قال البنك المركزي الصيني إن النمو الاقتصادي يظل متينا رغم ضغوط ضخمة نسبيا وتنامي الضبابية الخارجية وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه سيعمل على درء المخاطر المالية ونزح فتلتها وسط تغييرات عميقة في الاقتصاد المحلي والدولي وأضاف البنك إنه سيبقى سرسر في اليوان متوازنا ومستقرا وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة قالت مصادر بمطارات وجهات رصد إن إيرباس الأوروبية سلمت عدد قياسيا من الطائرات في ديسمبر لتتخطى هدفها للعام 2019 وتقتنص المركز الأول في صناعة الطائرات من منافستها الأمريكية بوينغ التي تمر بمتاعب وأضافت المصادر أن إيرباس التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 32% في أكتوبر عبأت موارد إضافية حتى ساعة قبل منتصف الليل عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام بزيادة قدرها 7.9% من 800 طائرة في سنة 2018